صرح المتحدث الامني لرئاسة امن الدولة بان الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الاشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم انشطتهم وتجنيد اشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من امن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي اكدت المادة الثانية عشر من النظام الاساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام وقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة والبالغ عددهم سبعة اشخاص فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بانشطتهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقه والله الهادي الى سواء السبيل